اشتركوا في القناة واعتزاز جلالته بما تتسم به هذه العلاقات من خصوصية تجعل منها مثالا للروابط القوية ونموذجا للتلاحم بين الأشقاء إضافة إلى آخر التطورات والمسجدات في المنطقة والسبول الكفيلة بمواجهة التحديات التي تواجه دولها وتقدير جلالته للدور الاستراتيجي المهم الذي تقوم به الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم بأسره جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدالنهيان اليوم في قصر البحر لمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية حيث كلف معاليه بنقل تحياته إلى عاهل البلاد المفدة وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والرقي والزهار وأشهد معالي وزير الخارجية بالعلاقات الأخوية القوية التي تربط بين البلدين والتي تمتد جذورها لعقود طويلة وتشجهد الزهارا مستمرا على المستويات كافة مواربا معاليه عن اعتزاز مملكة البحرين بالمواقف الأخوية المشرفة لدولة الإمارات الشقيقة ودعمها الدائم لأمن واستقرار مملكة البحرين بعد ذلك شارك معالي وزير الخارجية في تتشين صرح زايد المؤسس الذي أقيم اليوم بمدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة الذي انشئ تخليدا لذكرى المخفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان طيب الله ثراه وعبر معالي وزير الخارجية عن اعتزازه بمشاركة الإمارات العربية المتحدة بتتشين صرح زايد المؤسس الذي يعكز الأدوار الخالدة والإسهامات الجليلة للمخور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل هيان للإمارات العربية المتحدة وللمنطقة وللعالم أجمع والتي ستظل نموذجا ملهما في العطاء لأجل الوطن والإنسانية جمعا